قال الباحث في الشان السياسي العراقي والشكر خلال استضافة في نشرة حصادي زاكروزي ان البرلمان العراقي تحرر من الارادات الدولية واصبح بفضل التحالف الثلاثي برلمانا عراقيا بحتا مشيرا الى ان هذه التجربة ستستمر في الحكومة المقبلة الواضح انه التحالف الثلاثي او انقاذ وطن ولو اني يعني اني من البداية سميته تحالف الهلال الصديق وما احب اسميه غير الهلال الصديق نعم التحالف الهلال الصديق اليوم قادر على انه يقود بقرار عراقي وقادر على رفض القرارات الخارجية والدليل ما جرى اليوم والدليل لو الاذرع اللي يتعرض له اليوم ولكن حول الكسرة الى انتصار والهزيمة الى فوز حقيقة حقيقة اليوم كان يعني ذات راقبة سياسيا رح تشوف انه قمة العراقية اليوم حدثت في لجان البرلمان تسميت كل اللجان وتحضيرها للجلسة الجاية دون تدخل خارجي وهذا يعني انه البرلمان العراقي اليوم تحرر من الارادات الدولية واصبح اليوم بفضل التحالف الثلاثي او الهلال الصديق هو برلمانا عراقيا بحتا سيستنسخ هذه التجربة في الحكومة وستكون جاهزة الحكومة للعب مع شركائها المتبقين من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان على ان يكون القرار العراقي بعيدا عن الاملاءات الخارجية من الدول المجاورة واخص هنا الدولة الجارة الشرقية التي تسعى الى التدخل بالقرار العراقي بكل ما اوتيت من قوة بل ووصلت الى مرحلة ان تستغني عن اذرعها في العراق وتقصف اربيل مباشرة لكي تهز هذا التحالف الذي يصر على ان يكون القرار العراقي